السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد مباراة فولهام للأسف خرجوا البعض يشكوا في قدرات اللاعب حاكم زياش وذلك اليوم جاءهم واحد الرد قاسي من أسطورة فرنسا المدافع برانك لوبوف الذي سبق لي فاس بكأس العالم ولعب أيضاً في كبريات أنديات أوروبا اللي منهات تشيلسي يخرجوا وينتعفض بقوة الساحر حاكم زياش وإعطاء العاصر مزيال دكتوماس دوخيل سمعوا الناس الذين تفهموا في كوراته والصح وخلينا من هادوك اللي تقولوا بأن حاكم زياش ولا ناقصه مفيدوش وهما أصلاً معارفين للحياتيات نبدأوا على بركة الله دافع فرانك لوبوف نجم منتغب فرنسا السابق عن النجم المغربي حاكم زياش لاعب تشيلسي وما يقدمه رفقة البلوس في الأشهر الماضية جاء هذا في تصريحات صحفية أدلة بها وأكد خلاله أن توماس دوخيل المدرب الفني للفريق لا يوجد الاستفادة منه جيداً بحيث قال لوبوف أنا قلق بشأن حاكم زياش لا أعلم لماذا عندما يلعب لا يضعه دوخيل على الجانب الأيمن وأضافة لقد رأيته اليوم منفعلاً ومحبطاً عندما خرج من الملعب بعد أن لعبك صانع ألعاب لا أظن أن ذلك هو مركزه الحقيقي يعني أساطير العالم كامل يقولك بأن حاكم زياش المكان الأصلي دياله اللي غد يعطي فيه هو الجانب الأيمن بينما توماس دوخيل الوحيد اللي لم يتعنعش بهذه الهدرة يعني متصلب للرأي دياله بشكل مبالغ فيه وأيضاً قال لوبوف على توماس دوخيل أن يفكر في الدفع بزياش في الجانب الأيمن هو مثل رياض محريز ونصخة منه وأكمله لا أعرب بيب غورديو لا يدفع بمحريز في مركز آخر غير الجانب الأيمن فلماذا يفعلها دوخيل؟ اللي فهمنا من كلام لوبوف أن توماس دوخيل لا يوجد الاستفادة من حاكم زياش جيداً يعني ببساطة أنه فاشل أيضاً قال لك لا أعلم لماذا لا يضعه في الجانب يومنا يعني توماس دوخيل لا يفقه شيء في كرة القدم وسبحان الله دائما كنقول لكم بأن توماس دوخيل فاشل ولا يفقه شيء في كرة القدم والحمد لله يخرج لاعب كبير مثل لوبوف وكيتباتي صحة هذا الكلام وكي نكون معكم أكثر دقائق هذا الكلام سنحلوه بالأرقام بحيث أن حاكم زياش سجيله مع تشلسي كصانع ألعاب ألعاب 16 مباراة في كل البطولات تخيلوا معي سجيل هدفين فقط ولم يصنع أي هدف في كل تلك المبارايات وكانت حالته الفنية ليست في أفضل أحوالها أما السجيل حاكم زياش كجناح أيمن فالأرقام دياله ترتفع بشكل ملحوظ بحيث لعب 17 مباراة وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف في كل البطولات يعني الفعالية دياله تكون أكثر كجناح أيمن ماشي كصانع ألعاب ولكن للأسف هذا الشي ما بغاش يفهمه وإلى جانب كل هذه المعيقات التي تتعرض لها حاكم زياش لعب تشيسي يتجهلوا على أرضية الملعب حتى واحد ما يبقص إليه الكورة للأسف الحقد والغيل والغيرة وهذا الشي ما كنا نشاهده الصراحة في أيام فرانك لامبارد وختاما قولوا لي الرأي ديالكم في هذا الكلام كامل وتصريحة ديال فرانك لوبوف واشنطوما مقتنعين بها مئة بالمئة أو أنكم عندكم رأي آخر أو إضافة أخرى كيف العادة كنسي الأرأي ديالكم في قسم التعليقات وكان معكم إسلام ومالسلام